بالصيف قلنالكن يلا لنا عدار ميميس خبرناكن عن جوهرة الجنوب المخباية بين الأشجار وعن زيتون المعمر واليوم رجعنا تنحتفل بفوز زيت زيتون دار ميميس بالميدالية الذهبية لعام 2023 ضمن مسابقة 9YIOX في نيويورك وهي من أهم وأصعب المسابقات العالمية القصة بلشت من أرض دار ميميس يلي حامل زيتون من مئات لسنين ومنها بيعتاش أهل الضيعة من هون قدرت روس تستفيد من هالنامة بمشروع هدفه يوصل زيت دار ميميس لكل العالم دار ميميس معروفة بلبنان منعتبرها The Bordeaux of Lebanese Olive Oils الأسباب العديدة أهم أن الشجر كتير قديم وسطية عمره 600 سنة الأرض بيضة فيها نوع من الفخار بتحفظ الرتوبة للشجر والمناخ والعلو منشتغل مع مزارعين نخبئ من مزارعين الضيعة يلي منفتحين على الطرق الحديثة لصناعة زيت الزيتون منهتم سواء نحن وياهم بالأراضي بطريقة عضوية يلي بيخلي زيت دار ميميس يكون هالأد وجودة ونوعية هو معايير صحية طبيعية بتم تصنيفه من خلاله على أنه الأفضل عالمياً بنقطه في كتير بكير نوع واحد زيتون يلي هو كتير قديم اللي اسمه السوري اللي أصله من سور بعدين عنا الفرشت كولد اكستراكشن يلي هي طريقة العصر واستخراج زيت الزيتون ليش منفلتر الزيت لأنه منشيل يلي منسميه عكر يلي هو نوع من السكر يلي بيخلي الزيت يتأكسد سريعاً مع الوقت أنا عندي شوية زيتون بالدار ميميس وعا بشتغل فيهم وصرنا نشتغل معها ونعطيها المحصول تبعنا من الزيت وصارت مثلا هي قالتنا أنه قامتها لازم تقطف ونحنا مشينا معها بكل الطرق زيت دار ميميس وصل للعالم وهو حالياً موجود ب16 دولة ورابع 5 جوايز عالمية وبعده بالنسبة لأهل الضيعة مكسب رزق ونعمع مطفيد من حوالي 150 ألف شجرة زيت الزيتون والزيتون بشكل عام بشكل عصب الاقتصاد المحلي عنا نحنا بتضيع هو إذا بدك الحدث المحورية اللي نحنا بنمطره من سنة للتانية بما أنه الزيت اللي عنا من أفضل الزيوت اللي موجودة باللبنان وبالمنطقة ويمكن حتى بالعالم بيدع الكل يتوجه على دار ميميس عند أي مزارع هو بيحب يشتري من عنده ونحنا رح منكون بانتظاره هون غصن الزيتون هالسنة يحمل معه كتير من الفرح والرجاء من دار ميميس لكل لبنان ليقول مع محمود درويش على هذه الأرض أيضا ما يستحق الحياة